بسم الله الرحمن الرحيم انا يحيى مصطفى غانم واستاذ الامراض البطنة والسكر كل الطب جامعة سكندرية هزيني نتكلم انه اسناء الصيام من ضمن الحاجة احنا تكلمنا انه قبل رمضان في الحلقة اللي فاتت لازم الشخص المصاحب السكر يروح للطبيب بتاعه عشان يشوف النظام الغذائي بتاعه والأدوية بتاعته ويصوم ولا ما يصومش ده اتعايز اتكلم على حاجة اسمها المراقبة الزاتية انه من ضمن الحاجات المهمة ان الواحد يصوم صيام آمن صيام آمن يعني ما يتعرضش لهزات او زبزبات وفي السكر مشهور انه الزبزبات او او التقلبات دي يا زيادة في السكر يا هبوط في مستوى السكر في حاجة مهمة في الاسلام انه لا ضرر ولا ضرار وعشان كده بنقوله انه صيام آمن الصيام الآمن ده بنحدده نمرة واحد بالمراقبة الزاتية بجهاز السكر هنشوف مرة اثناء الظهر الساعة 12 ومرة قبل الفطار ومرة بعد الفطار بساعتين لكن كمان مش كله مرة واحدة لكن كمان الوقت اللي لا قدر الله السكر فيه ينزل وعندنا حاجتين يخلوننا نوقفوا الصيام ان السكر يقل عن 70 ميلي جرام او ان السكر يزيد عن 300 ميلي جرام يبقى نفتكر المراقبة الزاتية واحدة الساعة 12 الضهر واحدة قبل الفطار واحدة بعد الغداء بساعتين لان ده الوقت اللي بيزيد فيه مع الاكل الكتير اللي بناكلوه واحدة تانية بعد الفطار بساعتين غير المراقبة الزاتية الناس في رمضان تقولك انا عايز اعمل رياضة انا بطلب من الناس اللي عايزة تعمل رياضة والرياضة مهمة في السكر اربع مرات في الاسبوع كل مرة ما بين 20 و 25 دي منفضلك ما تعملش الرياضة قبل الفطار لانه الوقت ده بيكون مستوى السكر في الدم منخفط فلو عملت رياضة ممكن تهبط ممكن تعمله بعد الفطار بساعتين والرياضة عندنا في رمضان هي المشي تالت حاجة لازم نتكلم عليها النظام الغذائي النظام الغذائي في رمضان ايو الاتحاد الدولي للسكر مطلع قواعد على النظام الغذائي في رمضان بيطلب مننا ان احنا مع الافطار ان احنا نشرب سوايل كتير مية وخصوصا في البلاد الحارة اللي في رمضان زي الدول زي السعودية والكويت ومصر لو رمضان جاء في الصيف الحاجة التانية ان السحور يبقى في اخر معاد وبيطلب مننا ان احنا ناكله وجبات تلات مرات في الفطار وفي الفطار بنحب انه مع شرب المية والسوايل منفضلك كل خضروات وخضروات ورقية او كل بروتينات نباتية تبقى موجودة منفضلك تاخد عيش او رز لكن بحضر او بقدر منفضلك تاكل فراخ وقرانب وسمك لكن اللحمة خلي بالك لو في مشكلة في الكلة لازم نخلي بالنا لازم لو حد عنده مشكلة في الدهون وسكر نقلل الدهون في الاكل لكن بنطلب منهم انه بعد ما ياكل بتلات اربع ساعات ياكل وقبة تانية يكون فيها سمرتين فكهة بنطلب منه انه ما ياكلش حاجات السكريات المجففة عشان السكريات المجففة دي بتعلي السكر بشكل جامد جدا السحور فيه اخر معات بيكون فيه خبز بيكون فيه فول بيكون فيه جبنة بيكون فيه زبادي اللي عايز ياكل بيت ياكله مسلوق بس من غير دهون الحاجات المسليات دي لازم اخلي بالي منها لان ساعات جزء منها بيعلي الدهون في الدم اتمنى لكم سيام آمن شكرا جزيلا